نقلت كوريا الجنوبية عن جارتها الشمالية عزم الأخيرة أغلاق موقع للتجارب النووية بعد القمة التاريخية الجمعة الماضية بين الكوريتين وبينما تستمر التحضيرات للقاء الزعيم الكوري كيم جونج أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غضون أسبوع قليلة عبر الأخير عن سعادته بالتقدم الحاصل في الأزمة الكورية بعد الضغوط غير المسبوقة على بيونج يونج دانت الحكومة اليمنية الشرعية منع ميليشيا الحثي دخول سفن تحمل مشتاقات نفطية إلى ميناء الحديدة متهمة إياها بالعمل على مضاعفة معاناة الشعب اليمني والاستخدام غير القانوني للميناء نقلت وسائل أعلام عن مصدر سياسي إسرائيلي وصفته بأنه رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح بعد افتتاح سفارة بلاده في القدس الشهر المقبل خطة سلام جديدة تتضمن تعويضات للفلسطينيين قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي متأهب بشكل كبير لهجوم إيراني محتمل ردا على قصف طيران الحربي الإسرائيلي مطار التفور العسكري السوري في ريف حمص الذي قتل فيه سبعة عسكريين إيرانيين وأفاد موقع الصحيفة في تقرير بأن الجيش الإسرائيلي كلف عددا كبيرا من المجندات في غرف عدة للمراقبة بقواعد عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة بمتباعة كاميرات المراقبة ورادارات والتواصل مع الجنود في الميدان تحسبا لأي رد إيراني اشتركوا في القناة